مبادرة ابتسامة أطفالنا كالذهب شعار حملته جمعية المستقبل الشبابية قبل سبع سنوات على عاتقها من خلال مبادرة ابتسامة ومضت قدما نحو مستقبل أكثر إشراقا للأطفال محارب مرض السرطان وأولياء أمورهم من خلال توعية المجتمع بمرض سرطان الأطفال وكيفية التعامل مع الطفل المريض وذويه وتدريبهم على كيفية التأقلم مع الوضع الجديد وتجاوز حالة الصدمة طبعا نحن سعيدين بهذه الجائزة لأنها تمثل لنا حصاد سبع سنوات من العطاء لخدمة الأطفال مرض السرطان حاليا المبادرة تخدم 120 طفل مصاب بالسرطان مبادرة ابتسامة هي مبادرة تابعة لجمعية المستقبل الشبابية أحد مبادراتنا الشبابية التي نستهدف فيها في أعزيزة على قلوبنا وفيها الأطفال المصابين بالسرطان هذه المبادرات تعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال المصابين بالسرطان وأولياء أمورهم من أول ما تتلقى الحالة في مجمع السلماني الطبي إلى برحلة العلاج التي نقدمها الكثير من الدعم النفسي والاجتماعي للمتابعة اليومية البرامج التعليمية المساعدات في مرات تحسين البيئة المنزلة للأطفال الكثير من البرامج نقدمها هذه الفئة بحيث نضمن أن الطفل يكون اجتماعيا ونفسيا مؤهل لمجابهة هذا المرض مجموعة من البرامج والفعاليات المبتكرة التي تقدمها المبادرة لمحارب السرطان تساعدهم على الارتقاء بالذات والولوج إلى صفوفهم الدراسية بكل ثقة كي لا يكونوا بمعزل عن بغية الأطفال مبادرة ابتسامة قدم خدمات تربوية وتعليمية هادفة للأطفال قدم برامج ترفيهية طبعا حتى في الصيف هاي الفات قدم برامج ترفيهية وتعليمية خلال الصيف على مدد شهر تقريبا وكان جدا ناجح بتفاعل الطلاب وأولياء الأمور اللي قاعدين نسوي طبعا حاليا هو الدعم النفسي للمرضى وأولياء أمورهم كذلك إلى جانب الدعم المادي لهم توفير خدمات لهم كذلك عن طريق بعض الأجهزة المحتاجينها سواء كانت أجهزة طبية أو ويلتشير أو مثلا حتى غرف نوم زرع الابتسامة على وجوه محاربي السرطان لم يكن سهلا ولكن الإصرار والعزيمة هي المحرك الرئيس لهذه المبادرة استضافوها ابتسامة بدأت تتغير نفسيتها بدأت تصير أكثر عفوية بدأت تتكلم مع الأقران لا طورت بنتي من ناحية الدراسية أكثر فخصوصا في الفترة اللي كانت هي مفروض تتأسس كانت فترة علاج الأجواء المبهجة التي يعيشها هؤلاء الصغار خففت من معاناتهم بل منحتهم القوة ليمضوا قدما في مشوار الحياة أنا عندي صديقات كل ما أروح المدرسة أتكلم إيهم حزة الفزحة أو حزة الفراق وهو استفادت من هنا الأشياء اللي يعلمون حق الأطرق فشوي شوي قمت أتعلم فأنا تفاجأت أنا قمت أتعلم شوي شوي وأنا حبيت ابتسامة دفء وحب ينمو ويكبر على مر الزمان حتى أصبح منتسب هذه المبادرة كالأسرة الواحدة بلمسة حانية وبرامج تشجيعية للأطفال محاربي أسترطان استطاعت مبادرة ابتسامة أن تلفت أنظار العالم العربي لكل ما تقوم به من خدمات تسعى من خلالها إلى إدخال البهجة في نفوسهم خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين